السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي أخواتي كديري لبساريكم بخير هني ينكركم بزيانين نتمنىكم بخير وعلى خير في المكنتون تتمكن شاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو ديال يوم جديد إن شاء الله سنتقسم معكم وجبة غذاء أو عشاء بدون لحوم سهلة وسريعة وليد بزاف صحية 100% أنا بتأكد إذا جربتوا ستنال إعجابكم بزاف ستبقوا دائما تديروها خصوصا مع هذا الحرارة فأنتمنى أخواتي أنكم فقط تتبع معي الفيديو من الوحدة الأخير بشوفوا معي جميع المراحل ديالها وقبل ما نبدأوا الفيديو ديانا كفنا العادة من سوصلت على الحبيب اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا وعلى سيدنا محمد وعلى آلي وأصحابي أجمعين ما تستونيش أخواتي من اللي لايك ومتعرفكم زوينة لمحفزة على الفيديو ندزوا الآن الطريقة والمكونات مع بعدياتنا فبسم الله على بركة الله كيفما لاحظتم معي في الصورة أو في الفيديو عندي ربعات ديال الحباس ديال البطاطة أو البطاطس نقيتهم ووصلتهم طبيعة الحلو ومن بعد قطعت البطاطة ديالي طول بحل شكل ديال الفريس غير تكون شوية غليظة من بعد وضعتها في واحد الإناء اللي كيكون فيه واحد الكمية ديال الماء مع رشيشة ديال الملحة وغادي نوضعها تسلق بالنسبة لطريقة ديال السلق ديالها نوضعها فوق النار كنخلي ديال الماء بارد مروبيني باش ما يبقى ديال النشرة فيها باش ما يتعجنش مهمتن طريقة الشرح تكون واضحة وتوصل لكم الحاجة كيفما هي ستلاحظوها معي ان شاء الله في الفيديو صفي هنا اخواتي ايضا خديد جوج حبات ديال الباصل بحجم متوسط خديدت حبات ديال راها كافية قطعتها شرائح او طول كيفما تلاحظو خديدت مقيلة وضعت فيها دق الباصلة من بعد ما قطعتها شرائح ليكونوا شوية رقق من بعد وضعت لها ايضا رشيشة ديال الملحة وتقريبا واحد ربعة ديال المعالق ديال الزيت ما بين زيت زيتون وزيت نباتية من بعد كنوضع الباصلة ديالي فوق النار نار لي كتكون شوية هادي او كنخلي الباصلة ديالي حتى كتشحر وكتطح وكتولي من دبالة كيفما غدي تلاحظو معي ان شاء الله وكتلقوا واحد الرويحة وواحد اللي بنا وعراء بزف من بعد خديدت خمسة ديال الحبات ديال طماطم او ماطيشة قطعتهم مربعات كيفما لحظو معيها في الفيديو بالنسبة لطماطم او ماطيشة لا ما قنعصر لها شدك المللي كيكون فيها قنوضعها بها بالموها ديالها خصوص الماطيشة ديالها دلوقيتها صار حسن كتجي زوينا يعني ما كتجيش حامضة بالعكس كتجي بنينة فما نعصره شدك الموها اللي كتكون فيها او المديلها صفي وضعت على البصلة من بعد وضعت العضرية او التوابيل حتى جيت معلقة صغيرة ديال تحميران نسمع لقا ديال الخرقوم ايضا نسمع لقا ديال الخرقوم ايضا نسمع لقا ديال سكينجبير اسمع لقا من الابزر اللي هو الفلفل الاسود ايضا درت تومة بودر واحد رسمع لقا ديال قصبر حبوب قابس وحد المعلقة كبيرة ما بينقصبر ومعندلو سخدر مقطع صفي كنحرق كل شي مزيئ كنخلي ديال بصيل ودك ماطيشة حتى كي طيبو كي تعسلو وكي طايحو كي يبليونا بهذا الشكل هذا بالنسبة لهذا المقيلة ما كنوضعو لها حتى شي قطرة ديال لماء كنخلي ودك الطماطم او ماطيشة طيب اغيفتك المميها ديالها يعني يفتك المعالق اه 4 ديال معلقة عفوان ديال زيت اللي كنوضعو يعني ما كنديرو فيها حتى شي قطرة ديال لماء وطبع الحال النار تكون ما بين مطوسطة ومهيلة باش ما تشربش ليكو ما كده في الماء وطبع على خاطرها حسا في هنا في هذه المرحلة تقريبا نرها واجدة غدي نطفي عليها النار وغدي ندزل البطاطة ليالنا من بعد ما سلقناها نسلقها كي ما قلت لكم من بعد ما كنسلقوها كنخبيو عليها الماء بارد مربيني ضروري باش ما يبقاش فيها ذاك النشا وما تتعجنش لينا من بعد اخواتي رديت عن نفس الايناء وضعت عليها هنا معلقة صغيرة ديال تحميرة او الفلال حمراء ايضا رس ملقة ديال قصبر حبوب مدقوق عفوان وعن دي رس نعي القديل تومة ببدر صراحة ان هنا كانت ترقق لي شوية ايلا عندكم التومة العادية حكوا عليها كوحد ججرسين ديال تومة ايضا درت نص ملقة صغيرة ديال خرقو من بلد دي رس نعي القام الالزر ليولف و الاسود واحد رشة ديال الملح اللي كتبقى على حسب الدوق ديال كل واحد وايضا كنوضعها هنا تقريبا واحد ججمع لتقدار ديال زويتها نباتية يمكن لكم ضيفون وزيت زيتون فعود زيت نباتية وايضا يمكن لكم في هذه المرحلة تديد واحد لحكا ديال الزعتن ما بين يديكم اللي كانت واحد الماضاك هو واحد انك هواعر بزاك لهذه الطاطا فانا الصراحة ما مطوفرش عندي في هذه المرحلة خليص هذه كيف ما هي صافي غادي نحرك هامليح بهالطريقة هادي حتى تلبس كلها بك التوابي اللي كان وضعه ومن بعد كنناخد هنا واحد المقيلة من بعد بمدهنتها بطبيعة الحب شوية ديال الزيت صافي وكنستفو فيها دخل البطاطا اللي كان عندكم ورق آآ الورق الزبدة يعني غادي تفرشوه ما غادي شتونه بزيت ما كانش عندكم غادي تهنو المقيلة ديركم او لاتا ديركم شوية ديال زويته صافي وغادي تستفو فيها بطاطا من بعد كتدخلوها الفران كتدخلوها في الجيال اللي تحت كتخلي واحدة تتتحمر وكتزيد كتباكة ومن بعد كتحيدو المقلع ديالكم كتولي وثاني تتتقلبو البطاطا وكتولي وثاني بدخلوها الجيال اللي تحت كتتحمر بنفس طريقة سافي وكتحيدوها هنا اخواتي عندي واحد الكمية من الصوسي اللي كيبقى اختياري رهن ماشي ضروري فانا صار حتى غير كان عندي وقلتها كان شوي هو نرافق بها الطابق ديالي فانا تقاسمت معكم فقط طابق بدون لحوم والله القاسم غير بوحدو يكي يجي تحمق غير بوحدو بدك البطاطا كي يجي ووعر ووعر بزاف فهات الصوسيت غير كان عندي وقلتها كان شوي هو نرافقه يعني ونحطو لي هم هكتا رافق به ذاك الطابق فاكني مجدلكم ماشي ضروري كيف مما سبق وابكرت معاكم في الاول اليه الفيديو انا غدي نتقاس معاكم طابق بدون لحوم هذا غير حييتو مو ينجبته كيف مما هو وغدي نشويه لهم فقط وفي هذه المرحلة هادي بغيت نشكركم بزاف اخواتي على تعاليكم الزوينة المحفزة اللي كتفرحني بزاف صراحة فاش كنقرها كانت تحفز وكانت فرح بزاف بزاف فالهلا يخطيكم عليا اخواتي شكرا بزاف على حبكم شكرا بزاف على التعاليق ديالكم الزوينة اللي كتفرحوني بها الزف وكيف مجدلكم الهلا يخطيكم عليا والله يلالله يخطيكم عليا ونتمنى نكون على الحسن الضن ديالكم والوصفة اللي كانت تقاسم معاكم يكونوا كينالوا اعجابكم وكيفما دائما كانت تقاسم معاكم حواجات ليه مقتصادية وفي متناول الجامع يقدر كل شي يدير وكل شي يدير. نتمنى الوصف اللي كانت بغطة اجي معكم اكي يكونوا كي ينادوا ايجاكم. وحتى انتم مرتبع بالحل ما تبحووش عليها بلي لايك. وبتعرفكم زوين اكتبليكم اللي كتفرحوني بها بزر. فهنا رجعوا للطبق ديالنا. من بعد ما خرجنا التطنفرن هدا هو الشكل ديالا كيفما كتلاحظو. فاكيد جي واعرة واعرة بزر. فانا الصراحة سندرتها في الوسط. وغادي ندور بهذا كصوص يعني ديال طماطم او ديال بصل. هذا هو الطبق ديالك يجي واعر واعر بزر. جربوه بعينكم غمضين او بزر. ان شاء الله اللي شربتو. خصوصا مع هذا الحرارة. صراحة هالشي ما كيخص. والله القاسم هالشي ما كيخص. نقدره لا على مرقة ولا على التاشي حاجة. واصلا كل شي غالي. لا جاج غالي ولا الحم غالي ولا كل شي غالي اخواتي كيفما كتلاحظو. صراحة ندل ايام كل شي في غالي. لا جاج طلع ولا الحموض ولا كل شي. وصراحة نهدر وصفت هذول اللي كانت قاسم معكم. وصفت لي زوينين صيفيا ووعين صراحة بزر. فنتمنى انكم تشربوه ومصر دوليا خصوصا هذه الوصفة هذي غضيتنا لإعجابكم. وصحية مياه في المياه هكا تحضروها الغضاء او العشاء. سهلة وسريعة تحضر ديالها وبدون لحم كيمال لكم. انا الصوصي طغير كان عندي ورافقته ويعني بطبق ديالي هو هذا اللي شويته شوية ديالطو. فنتمنى اخوتي اخواتي انا هذي الوصفة ديالتنا لإعجابكم. متمنى لعجبتكم وجرب طابة بالحال تبرتجوا في فيديو مع اخوتيكم اصحابكم مع قاعدة الناس اللي كانت عارفوا. فضلا وليس امرا. يلا كنتوا جدادوا الاول مرة اكتشاهدوا الفيديو ولكتشاهدوا القناة. فكنا نقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتيكم. معالكم واتشتركوا فيها و تشغلوا الجرس باش بقالتوصل ونصبتكم ما هو جديد. الى بقى نكتشاهدوا الوصفة حتى لدى بقى نقولكم شكرا بالزافة على الحساب المتابعة وبالسلام عليكم على فيديو جديد ووصفات جديدة ان شاء الله.